حاجة مبارح لوحستها مش عايفة لوحستها ولا حسين مبارح شيكبالا اسمعي ايه؟ مبسوط مبسوط رايق ليه؟ في مجلس ادارة جي جديد شيكبالا خلي بالك مهمة كابتن فريق بتبقى صعبة كل اللعيبة اللي بتبقى موجودة في فريق انا مرده بالظروف دي كل اللعيبة اللي موجودة في فريق بتاخد عربيتها وبتروح اه شايلين مسئولية وبيزعلوا عندهم حمل لكن كابتن فريق اخصال ما يكون ابن النادي والجماهير كلها بتعقول عليه باكتر من في الملعب بس فدايمن هو بيشيل مسئولية فوجود مجلس ادارة منتخب دي بترايح كابتن الفريق بترايح اللعب يا زي ما احنا قلنا تاني حاجة توقيت الهدف توقيت الهدف رايح لعب الترنت الزمالك المساحات اللي كانت موجودة مبارح من خط ضهر اسمعي حصل الموسم اللي فات لو تفتكر الزمالك عمل مباراة كبيرة مع نقول العرب الموسم الماضي مع نهايته مكسب ستة فيه الناس رابطت مبينة حالة سموحة مبارح وما قد ضمه نادي الزمالك يعني يقولك موسموحة برضه ما كانش بيقدم مباراة كبيرة فعشان كده الزمالك كسب خمسة تعال شوف المباراة اللي جاية هيحصل ايه هتلاقي الزمالك عنده نفس المشاكل اللي هيتعنده في المباراة المضاية انت شايف ان المباراة دي الزمالك هيكمل عليها ويقدم مستويات رائعة ولا مازال اسوري ومحتاج يعدم من افكاره انا مع الاثنين لازم الزمالك يكمل بالاسلوب والطريقة اللي احنا شفناها في الملعب لازم بس انت توقع هيكمل او لا انا توقع هيكمل هيكمل مع وجود مجلس مع وجود طريقة لعبة او تشكيل ثابت للزمالك الفترة الجاية هتفر كتير جدا مع الزمالك خلي بالك الفترة اللي فاتت دي كلها ولا انا ولا انت ولا اي حد يقدر يتوقع 11-4 سوريو صح كل مباراة بيغير 3-4 وممكن بتوصل اللي سبع العبة بيغيره من دخل الملعب لكن مبارح لقنا الزناري بيلعب خلي بالك هو مبارح بدأ باللي نهى بيه يمكن اخر مبركة بيلعبها الزمالك شفنا الزناري لما نزل الشوت التاني شفنا المسلوس لما نزل الشوت التاني فهو بدأ باللي نهى بيه يعني اعتقد ان هو بدأ يسمع شوية للناس اللي معاه بدأ يحكم صوت العقل شوية شفت له تصريح كمان بعد المباراة ده بالنسبة لسيف الدين الجزيري لما تسأل عنه عن سيف الدين الجزيري ومنسي لقيته رد بصراحة انا اول مرة اقنعني في تصريح لي قالك لأ لعبة كويسة واحتاجه من الفترة الجاية لكن يوسف اوباما بيجي بتحرك من تحت ايا ان كان التصريح في مضمونه ان انت تصدق اقول لأ لأ بس هو انت ممكن تبص الحاجة تانية هو فعلا حس ان دول هيحتاجه من الفترة الجاية فاشو عايز يخسرهم واسع الحاجة عندي اقول لي انا مقتنع بيوسف اوباما ومش هلعب الاتنين دول او الاتنين دول مش في الحسابات دلوقتي لكن هو طالما اصرح بدا يبقى هو بدأ شوية يميل لحطة ان انا ممكن ادخل اي حد فيهم في اي وقت من الوقت وده اللي شفناه شفنا سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري بيبقى في فترات كبيرة جدا او بينزل فانت النهاردة مهم عندك ان انت حتى وانت مش محتاج اللعب الوقتي بس انا هنحتاجه بكرة انت فرقة كبيرة انت لازم الدكة اللي عندك تكون اتقل من اللعب اللي موجودة في الملعب فده اللي بدأ يبصله اصرح دلوقتي